دخول أمريكا على العراق أصلاً هو احتلال ويجب أن يحاكم ما قلت لك ذلك وقلت لك بأنه أمريكا أتت بالدبابة ولكن هناك مجرمون أتوا على الدبابة الأمريكية ونهبوا أموال العراق كما نعلم اليوم مئات المليارات نهبوها من العراق فإذا أردنا أن نعود إلى التاريخ فلن نتكلم عن المستقبل والأستاذ يبدو بأنه يهدد يقول يا إما أمريكا تعطينا ما نريد وإما سنتجه إلى إيران وهذا هو المنطق الذي تستخدمه المليشيات في العراق وأنا أقول لك بأنه أمريكا تمسك بالكثير من العراق إيران دعمت العراق وكانت صديقة للعراق ولا زالت صديقة للعراق ودعمونا حتى في فترة تنظيم داعش الإرهابي كثيراً يعني لا يمكن لنا إحنا همين أن نقف مع أمريكا ضجارنا اللي في سنين إحنا عايشين وياه وتعايش على العديد من المستويات إذا كانت على المستوى المذهبي على المستوى علاقات الحكومية يعني لا يمكن لك أن توصف الأمور بيننا وبين إيران بهذه الطريقة أنا أحترم العلاقات الثقافية بين الشعب الإيراني والشعب العراقي وأنا أظن بأن الشعب الإيراني والشعب العراقي شعوب عريقة ولها علاقات تاريخية ولكن هذا لا دخل له بهذا النظام الإيراني الإرهابي هذا النظام الإرهابي في طهران هذا لم يأتي إلى العراق من أجل مساعدة العراقيين هذا حولها إلى ممر للهيمنة على المنطقة وتدمير وتهجير الشعب السوري وإلى الهيمنة على لبنان فنعم يقولون مثل يعني يقولون ساعدنا لبنان على الخروج من المحنة يعني ساعدوا لبنان ثم استولوا على لبنان يعني كمن يساعدك في يعني ولادة طفلك ثم يأخذ الطفل ويذهب فهذا الكلام غير معقول الشعب العراقي شعب عريق يستحق الاستقلال وتاريخيا هذا الشعب لا يحتاج إلى وصاية إيران ولا يحتاج إلى وصاية أمريكا أنا أقول لك أريد بلدي أمريكا أن تنسحب وأريد إيران أن تنسحب وكما قال الثوار في العراق المتظاهرون قالوا إيران بره بره وأنا أضيف لما قالوه أقول أمريكا أيضا بره بره ولكن بحكومة عراقية تمثل العراقيين لا تمثل الحرس الثوري الإيراني